اشتركوا في القناة في حتة تانية خالص كواليس ما حدش يعرفها غير كهربا تعالوا نشوف عمل ايه في زيارته لامام عشور الساعات اللي فات 12 كهربا فيديوهات على حسابه وعلى انستجرام لزيارته لامام عشور وده بعد اصبته في كتفه في مباراة مصر ونيوزلاندا اللي خرج من الملعب وهو منهار وبيبكي امام ظهر وهو لابس حمالة الدراع في الكتف المصاب وكهربا كان بيحاول يهزر ويدحك معاك عدته فأي قعدة مع اللاعبين المقربين منه وخاصة لو امام عشورة كلنا عارفين ان لما بنزور مريض مش بنطول في القعدة ويدو بنطمن عليه وينسيبه يرتاح ونمشي والاهم مش بندخل وقدينا فضية حتى لو بحاجة بسيطة لكن كهربا ضرب بكل ده عرض الحاقت وخلى البصات احمدي خالص وقال البيت بيتي وظهر في الفيديو وهو قاعد مع امام بياكل مشاوي موزة داني واكل من اللي قلبكو يحبه ده وما استناش الجمهور يقول حاجة وهو سبق وقال المفروض الواحد لما يجي يزور المريض يجيب له حاجة لكن هو اللي بيأكلني ومش بس كده قاله الف سلام عليك واللي راح معاي زور امام عشور كان حسين الشحات اللي ظهر قاعد جنب امام وبيضحك على رد فعل كهربا كهربا كان واخد راحته خالص ومش بس اكل عند امام ولكن اتفرج على اللقاء لي مع سيف زاهر على قناة صدى البلد ونشر الفيديو وهو بيتكلم عن امام عشور وبيقول امام احسن لاعب في مصر وقال له شوف بقول عليك ايه انت احسن لاعب في مصر مش في الاهلي بس ترجع بألف سلامة يا قلب الاسد التصرفات دي مش جديدة على كهربا ولا على علاقته بامام عشور وكل الجماهير عارفة انهم اكتر من الاخوات وعلشان كده الامور بينهم بسيطة وبيتعامل معايب عفوية زي ما شفتوا كده فاللي عملوا كهربا مع امام ما يجيش حاجة جنب اللي بينهم وعشرة السنين اللي بينهم تقريبا نفس مصير كهربا كان مصير امام عشور واللي اتنين كانوا في نادي الزمالك وانضموا للاهلي وما كانوش اصحاب خالص وهم في نفس النادي البعض اعتقد هيكون بينهم خلافات لما انضموا للاهلي ولكن المواقف بينهم اثبتت عكس كده وشفنا كتير احتفالتهم في المباريات لدرجة ان امام كان مستعد يدفع لكهربا جزء من غرامته لو طلب منه الكل قال ان كهربا ملا دماغ امام علشان ينتقل للاهلي ولكنه اكد انه ما اقنعوش يوقع للاهلي وقال دايما بيتقال عني الفترة الاخيرة الكلام ده لكن الكلام ده غير صحيح لان امام عشور اخوي وحبيبي مش من فترة طويلة لكن قربنا من بعض في الفترة الاخيرة وهو رجع من الاحتراف على النادي الاهلي واي فريق يتمناه هو العيب كبير ولما خد رأيي قلت له تنور النادي وانا اكتر واحد هساعدك وربنا كرم واخر كرم ونجح وبقى احسن لاعب في مصره رأيكم ايه في اللي عملوا كهرباء مع امام ولو ما اصحبكم بتعملوا زي كده شاركونا في التعليقات